خلونا نروح للرحلات البحرية والبحر الأحمر ومعنا غدير البلوشي راح تكلمنا عن هذه الرحلات يا صباح الخير أهلاً وسهلاً غدير أهلاً وسهلاً يا أهلاً سهلاً صباح الخير سارة وصباح الخير عبدي لا تعرفوا مع الأجواء الحارة بتكثر هذه الرحلات خصوصاً الرحلات البحرية يعني الواحد يحاول يضيع الكمية اللي هو قاعد بيستخرجها من نفسه يعني الإرهاق والتعب له يحاول أنه يعوض أنه هو يجد طاقته من خلال السباحة ومارسة هواياته وتجديد نفسيته كمان رح يكلمنا اليوم عن تنظيم الرحلات رحلات الهايكينغ الرحلات البحرية الرحلات السفاري بشكل عام منظمة الرحلات إسماعيل سرور أهلا وسهلا فيك من فريق جد سفاري أهلا وسهلا فيك صباح الخير يعني أنخذنا إسماعيل إحنا ناس تعبانين من الحر نبغى نروح نتمشى نبغى نشوف أماكن جديدة حكينا عن الرحلات اللي أنت بتسويهم يعني كلنا عارفين أنه هذه الرحلات كانت كان عليها إقبال مرة كبير روج كبير قبل الأزمة لكن إيش اللي تغير بعد الأزمة غير الإجراءات الاحترازية إيش التغيرات اللي طرأت على رحلاتكم طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطبعا التغير اللي حصل أنه بعد الكورونا بدأنا نأخذ إجراءاتنا الاحترازية في تنفيذ الرحلات السياحية بشكل عام طبعا قبل الأزمة الكورونا كان فيه إقبال كبير على الرحلات بعد الأزمة بدأ الإقبال أكيد خف يعني أكيد فيه ناس كثيرة بتخاف أنه يتروح صحيح خفوا بس برضو يعني ما زالت التوجه موجود وما زالت الرغبة موجودة للرحلات بالذات الرحلات البحرية على البحر توقع الأجواء الحارة هي لها دور مرة كبير في أن الناس يتوجهوا للبحر نعم صحيح صحيح توجه العمل على البحر المفتوح والسباحة السنوكر بشكل عام صيد الأسماك في البحر هذه الرحلات فيها إقبال والناس حابتها بإضافة إلى الرحلات الهايكينغ طبعا متجهين إلى الطايف في منطقة الطايف بنسوي رحلات هايكينغ وعندنا مخيم هناك في الطايف وعلى مستوى وإضافة إلى عندنا مخيمات في جدة رحلات السفاري رحلات الهايكينغ في أيام الحرب بتكون لأماكن باردة أنه هايكينغ يحتاج للأجواء تكون باردة شوية صحيح يعني عندنا الخطة الآن إن شاء الله في البلان إنه نطلع على الطايف ومن الطايف على أبهى على الباحة هذا توجهنا إن شاء الله هذا أكيد بالنسبة للهايكينغ لكن البحر أكيد جدة يعني أكيد حتكونوا داخلين أي والبحر جدة طبعا هي أمة الدنيا على ما يقول إيش الأشياء اللي بيطلبوها منكم عادسة الناس اللي يطلعوا منكم رحلات يلاش الناس بيختاروكم أنتم والله بيختارونا أول شيء السمعة ثاني شيء التنظيم ثالث شيء عندنا المصداقية إيش اللي بتقدموه لنا؟ بنقدم أعلى مستوى من الكواليتي للعملاء بحيث إنه أنا لما أطلع الرحلة بعامل العميل كأني أنا أنا إيش أتمنى النفسي بعامل العميل على هذه والسياحة يعني وزارة السياحة اللي أعطيها العافية دعمتنا في هذا الشيء فلازم تكون صورتنا أفضل بنحاول نقدم أفضل ما عندنا من ناحية السيفتي من ناحية الاحترازات من ناحية الأكل اللي نقدموه من ناحية الفعاليات المتنوعة بنحاول كل شوية بنطلع شيء جديد في الفعاليات خلينا نتكلم تحديدا على آخر رحلاتكم آخر رحلة اللي قلتلي كانت أمس طيب حكيني من البداية إيش الإجراءات الاحترازية اللي طبقتوها لضمان سلامة الجميع طيب أمس كانت عندنا رحلة هايكينغ طبعا العدد كان تقريبا 42 شخص أول شيء قسن حرارة يعتبر عدد قليل بالنسبة للرحلات اللي احنا متعودين عنها نعم ولكن على أساس التباعد الاجتماعي يعني حطينا العدد خمسين لكن العدد كان 42 الشيء الاحترازي اللي عملناه إنه قياس الحرارة لبس الكمامات تعقيم العملاء أول ما وصلوا المكان بعد ما وصلوا المكان توجهنا للمنطقة اللي فيها الهايكينغ أعطيناهم التعليمات اللي المفروض يستخدموها إيش الطريقة اللي المفروض يستخدموها وبدأنا رحلتنا هذا في الهايكينغ بالعادة في البحر فيه فعاليات وأنشطة مشتركة فإيش البدائل اللي وضعتوها للناس بحيث أنه هو يعني تقللوا من التجمعات وتحافظوا على مسألة التباعد طيب الآن من ناحية التباعد في البحر اليخت اللي يشيل 26 شخص ما نشيل فيه إلا 13 شخص بحيث أنه يكون هذه أول خطوة فيها تباعد اجتماعي حتى في موضوع الغوص ما نستخدم إلا شخص واحد ينزل يغوص السباحة بشكل عامة يعني مفتوحة صيد السمك برضو مفتوح في البحر يعني العدد يكون دائما قليل فموضوع نبغى نصايحك كونك أحد بيتمشى أكتر مننا خلينا نقول فين الواحد ممكن يروح الآن في هذا الوقت داخل جدة بعيد عن الطايف والباحة والأجواء الجميلة داخل جدة فين أنا ممكن أروح الكورنيش جهة الأملج البحر المفتوح حاول يطلع رحلات بحر مفتوح تغيير الجو الآن الأجواء في البحر هي رح تعوضنا عن الرطوبة والحر اللي موجود فالتوجه بحري الآن التوجه كله بحري حتى طلبات الرحلات اللي بتجينا كلها توجه بحري ولكن يعني في ناس تطلب مننا برضو سفاري السفاري اللي هي جيوب تطعيس ودبابات وقيول فعالية كاملة في ناس يبغوا هذه الأجواء أنت بتوفره يعني كافة من الطلبات الناس أيه بنوفرها العميل اللي يبقى مثلا سفاري بنعمله يعني عندنا رحلة طالبنا الجمعة الجمعة سفاري رحلة خاصة عاملينها خلاص ومنفذينها وكل شيء إن شاء الله بإذري الله على حسب طلب العميل فإحنا مع العميل توجه بحر حروح بحر توجه هايكنغ طيب حلو اسمعي لحنا يعطيك العافية بداية إحنا اليوم سمعنا كلام إحنا مرة جاء ما نبغى نسمع كلام إحنا مرة جاء إن شاء الله يعني نطلع رحلة كده ونشوف التجارب يعني الفعلية نبغى نجرب الموضوع مع تطبيق الإجراءات الاحتراثية يطيك العافية شكرا لك اسمعي شكرا لك ما قصرت يا غدير يعني على الهل التغطية خصوصا ما يتعلق بلا الرحلات البحرية وخصوصا حتى عندنا في الرياض حر يا غدير صار لأربع أيام يمكنه وخمسة أيام لا ليل ونار ما يفكك الحر بس عاد أمر إلى الله يعني أهل الرياض آخرهم مسبح بس اللي ما عنده شيء إجازة أكيد نروح يستمتع بالفعاليات البحرية ويطلع شوي من العجواء الصيف الحار شكرا جزيلا لك غدير البلوشي يعطيك العافية غدير